الحزن سيطر على السوشيال ميديا بعد منتشر خبر استشهاد المزيعة السورية صفاء أحمد اللي راحت ضحية الغرة الإسرائيلية اللي استهدفت العاصمة السورية دمشق فجر اليوم كل الناس بقت تتكلم عن الخبر ده على الفيسبوك وتويتر والكل كان بيعبر عن صدمته وحزنه الغريب في الموضوع ان صفاء أحمد كانت حاسة ان في حاجة هتحصل وقبل يومين من الغرة كتبت بوست على حسابها على الفيسبوك وكانت بتنبه أهلها وصحابها في سوريا عن الخطر اللي جاي وكتبت وقالت تنبهوا أيها السوريون فالخطر قادم والحزر واجب والأيام القادمة ستكون امتحان عظيم للجميع الكلام ده خلى كتير من الناس تحس ان كلامها زي ما يكون في تحذير واضح وان هي كانت عارفة ان في حاجة هتحصل التلفزيون السوري الرسمي أعلن بشكل رسمي استشهاد صفاء أحمد بسبب الغرارات الجوية اللي أمليها الاحتلال الاسرائيلي على دمشق ومحطها ساعتها الناس على السوشيال ميديا بدأت تكتب تعازي وكلمات حزن على صفحتها والصفحة تحولت لدفتر عزاء فأقل من ساعة بعد انتشار الخبر صفاء كانت متفعلة جدا مع الأحداث اللي بتحصل في بلدها وقبل ساعات من استشهادها كانت بتنشر بوستات على حسابها على الفيسبوك وبتعلق فيها على الغرارات الجوية كمان صفاء نشرت فيديو للغرارات الاسرائيلية اللي كانت بتضرب الضحية الجنوبية لبيروت وكتب التعليق عليه وقالت لحظة شدن طيران الاحتلال غرارات على الضحية الجنوبية لبيروت ناس كتير قوية حزنت على فقدان صفاء مش بس عشان هي مزيعة مشهورة لكن كمان عشان دايما كانت بتعبر عن خوفها على بلدها وبتنبه الناس من الغرارات اللي استستهدف المناطق المحيطة وخلت كتير من الناس يحسوا بالخسارة الكبيرة وبيطالبوا بوقف التصعيد والعدوان الاسرائيلي على سوريا حادث ده بيفكرنا قد ايه ان الحياة في بلدنا العربية بقت محفوفة بالمخاطر وقد ايه الاعلاميين والمثقفين بقوا في موجهة مباشرة مع المخاطر صفاء احمد مش مجرد مزيعة راحت ضحية الغرارات هي رمز لصوت كل حد بيحاول يعبر عن وجعه لبلده وبيحاول يحزن الناس من اللي جاي اللي حصل مع صفاء خلى ناس كتير في السوشيال ميديا تسأل عن الظلم اللي بيحصل في المنطقة وعن مدى القصوى اللي بقت جزء من حياة السوريين اللي بيتعرضوا للغراض والهجمات كل يوم الناس كمان بدأت تحكي عن سرتها وعن شجعتها في التعبير عن موقفها لغم الظروف الصعبة صفاء كانت بتمثل جيل كامل من الشباب السوري اللي عاش معاناة الحرب وشاف الضمار في كل مكان حتى في وسط كل ده كانت مستمرة في شغلها وبتحاول تنقل الصورة بصدق لكل اللي بيتابعوها الخبر بتاع استشهاد صفاء أحمد أكيد هيفضل فعقول كتير من الناس مش بس لأن الحدث مؤلم لأنه بيفكرنا أن الحرب مش بس بتاخد أرواح الجنود أو المدنيين العاديين كمان بتاخد الأرواح اللي بتحاول توصل الحقيقة وتنقل الواقع للعالم